لابد لنا من نقطة نجتمع عليها نجتمع عليها عقليا قلبيا وجدانيا لا أتحدث عن اجتماع مكانيا حتى لو تحقق هذا إنني أتحدث عن اجتماع القلوب التي يريد إمام زماننا أن تجتمع على الوفاء بعهودها مثل ما جاء مذكورا في الرسالة الثانية التي وصلت من الناحية المقدسة إلى الشيخ المفيد وقد قرأت ذلك عليكم في الحلقات المتقدمة من هذا البرنامج وفي سائر برامج هناك عنوان تحدث القرآن عنه وتحدثت العترة الطاهرة عنه تحدث محمد وآل محمد عنه صلوات الله عليه هذا العنوان الوليج لا بد لنا من وليجة الوليجة هي هذه النقطة المرسخة والمركزة التي تجتمع قلوبنا وعقولنا حولها لابد لنا من الوليجة الوليجة من الآخر من دون الدخول في التفاصيل اللغوية الوليجة من الآخر التي يتحدث القرآن عنها ويتحدث محمد وآل محمد عنها الوليجة هي العشيرة العقائدية الوليجة في اللغة هي البطانة بطانة الرجل خواص الرجل الذين الذين يلتصقون به ويلتصق بهم علاقة متينة وثيقة إنه يجود بأسراره عليهم لأنهم خزانة لسره بطانة الرجل خواص الرجل أحب الناس إليه هذا المعنى اللغوي للوليجة بحسب المضامين التي ترتبط بحديثنا في هذه الحلقة ما يرتبط بثقافة القرآن والعترة فإن الوليجة هي العشيرة العقائدية أليس العشائر تجتمع على نقطة وهذه النقطة يعبرون عنها بكلمة أو بجملة قصيرة تكون شعاراً لهم إذا ما أطلقوه فإنهم سيجتمعون ولو كانوا متفرقين إذا كان أحد أفراد العشيرة دخل المدينة حتى في أيامنا هذه في البلاد التي تنتشر فيها الأعراف العشائرية إذا دخل في مدينة وتعرض لاعتداء من أحد الأشخاص فإنه يرفع صوته بهذه الكلمة بشعار العشيرة أفراد عشرته الذين هو لا يعرفهم بشكل شخصي سيجيبونه سيرفعون أصواتهم بالشعار نفسه ويجتمعون حوله لنصرتي هذه هي الوليجة العشائرية جئت بهذا مثالاً أنا لا أدعوكم لهذا أنا أتحدث عن الوليجة العقائدية إنما عبرت عنها بهذا التعبير لتقريب المعنى الوليجة العقائدية هي العشيرة العقائدية العشيرة التي تجمعنا فهذا التيار تجمعه عشيرة عقائدية هي وليجته القرآن في الآية السادسة بعد العشرة من سورة التوبة يتحدث عن هذه الوليجة أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيْجَةُ إِنَّمَا وَلِيْجَتُهُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ هذه عشيرتهم وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ دقِّقوا النظر في هذه الآية إنها الآية السادسة بعد العاشرة من سورة التوبة أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً المؤمنون هنا آل محمد المؤمنون هنا علي وفاطمة وآل علي وفاطمة الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً صناعة التيار هو جهادنا هذا هو جهادنا جهادنا في زمان الغيبة التمهيد لظهور إمام زماننا وهذا التمهيد يتصور بالنسبة لنا يتصور بصناعة تيار فكري مجتمعي يحمل الهم العقائدي المهدوي يحمله أمانة للتمهيد في زمانه ولنقل الأمانة هذه للأجيال القادمة فهؤلاء الذين جاهدوا لم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة إنما وليجتهم الله ورسوله والمؤمنون أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون الآية واضحة واضحة جدا أقرأ عليكم ما جاء في نهج البلاغة الشريف فيما يرتبط بما أتحدث عنه كي تعرفوا أهمية هذا الموضوع وكي تعرفوا أهمية هذا العنوان الوليجة من العناوين المهمة التي ذكرت في القرآن وفي حديثهم وبنحو وفير ووسيع وواضح أطبعة طبعة دار التعارف بيروت لبنان إنها الصفحة الثامنة والأربعون بعد المئة إنها الخطبة الخمسون بعد المئة ماذا يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حتى إذا قبض الله رسوله صلى الله عليه وآله رجع قوم على الأعقاب رجعوا عن مرحلة التأويل إلى مرحلة التنزيل رجع قوم على الأعقاب وغالتهم السبل واتكلوا على أي شيء واتكلوا على الولائج واتكلوا على الولائج اتكلوا على عشائره على أصدقائه على خواصه على مجموعاته على أحزابهم لم يتخذوا آل محمد وليجة بعد رسول الله وإنما اتخذوا غيره حتى إذا قبض الله رسوله صلى الله عليه وآله رجع قوم على الأعقاب وغالتهم السبل غالتهم السبل بعيداً عن سبيل الله الذي هو علي صلى الله وسلامه عليه وغالتهم السبل واتكلوا على الولائج على الجهات التي يجتمعون حولها ويجتمعون لأجلها ووصلوا غير الرحيم الوليجة الحقيقية هي رحم محمد وآل محمد ووصلوا غير الرحيم وهجروا السبب الذي أمروا بمودته ونقلوا البناء عن رص أساسه فبنوه في غير موضعه معادن كل خطيئة هؤلاء معادن كل خطيئة وأبواب كل ضارب في غمره في تيه وضلال قد ماروا في الحيرة وذهلوا في السكرة على سنة من آل فرعون من منقطع إلى الدنيا راك أو مفارق للدين مباين هؤلاء هم أصحاب الولائج المتفرقة رجع قوم على الأعقاب وغالتهم السبل واتكلوا على الولائج ووصلوا غير الرحيم وهجروا السبب الذي أمروا بمودته ونقلوا البناء عن رص أساسه فبنوه في غير موضعه هؤلاء هم معادن كل خطيئة وأبواب كل ضارب في غمره قد ماروا في الحيرة وذهلوا في السكرة الإمام يتحدث عن سقيفة بني ساعدة أما حال سقيفة بني طوسي فهو أسوأ من هذا بكثير لأن الإمام حدثنا أتحدث عن أمير المؤمنين حدثنا من أن الشيعة سيكون تيهها أضعاف تيه بني إسرائيل أما هؤلاء فكان تيههم كتيه بني إسرائيل على سنة من آل فرعون من منقطع إلى الدنيا راك أو مفارق للدين مباين في موطن آخر من نهج البلاغة الشريف في الخطبة التاسعة والثلاثين بعد المائتين في الصفحة الرابعة والستين بعد المائتين أمير المؤمنين يتحدث هنا عن العترة الطاهرة تحدث في الخطبة المتقدمة عن ولائج الضلال سيتحدث هنا عن ولائج الهدى فيقولوا متحدثاً عن آل محمد صلوات الله عليهم هم عيش العلم وموت الجهل طبقوا هذا على حوزة الجهل في النجاف إنها معدن الجهل معدن الجهل بمعارف العترة الطاهرة فهل هي تمثلهم تمثل محمداً وآل محمد إنها تمثل المذهب الطوسي الضال هلها لعنة على هذا المذهب هم عيش العلم آل محمد هم عيش العلم وموت الجهل يخبركم حلمهم عن علمهم وظاهرهم عن باطنهم وصمتهم عن حكم منطقهم لا يخالفون الحق ولا يختلفون فيه وهم دعائم الإسلام هذه دعائم الإسلام الحقيقية وهم دعائم الإسلام وولائج الاعتصام لا بد أن تلتفت من أن الأحاديثة التي وردت في أن دعائم الإسلام في الصلاة والزكاة والصيام والحج والولاية جاءت بلسان المدارات دعائم الإسلام محمد وآل محمد فقط دعائم الإسلام صاحب الزمان وانتهينا الدين له أصل واحد يا علي أنت أصل الدين فدعائم الإسلام علي علي فقط دعائم الإسلام صاحب الأمر صلوات الله عليه أولئك الحوزويون السيستانيون النجفيون الطفسيون الذين أخذوا أحاديث دعائم الإسلام وفرعوا على فهمهم الضال من أن فروع الدين من الصلاة والصيام تقدم على الولاية هم لا يفهمون من أن الأحاديث تلك في مستوى المدارات فقط وفي مستوى التنظير لجانب من الشأن الديني في المستوى العقائدي الأصيل المتين هناك دعامة واحدة للإسلام هو الإمام المعصوم مثل ما يقول إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه والحديث هنا في الكافي في الجزء الأول من أن الإمامة هي أس الإسلام النامي هي أسه هي أس الإسلام النامي وفرعه السامي الإمامة التي هي شأن من شؤون الإمام الإمامة أس الإسلام النامي وفرعه السامي هم الأصول والفروح وهم دعائم الإسلام وولائج الاعتصام بهم عاد الحق إلى نصابه بهم وليس بالصلاة والزكاة والصيام والحاج بهم بهذه الدعائم بهم عاد الحق إلى نصابه وانزاح الباطل عن مقامه وانقطع لسانه عن منبته بهم عاد الحق إلى نصابه وليس بالصلاة والزكاة والصيام والحاج بهم 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 عاد الحق إلى نصابه وانزاح الباطل عن مقامه وانقطع لسانه عن منبته عقل الدين عقل وعاية ورعاية فالقلوب أوعية عقل الدين عقل وعاية ورعاية لا عقل سماع ورواية فإن رواة العلم كثير ورعاته قليل قليل ولن تكونوا فقها حتى تعرفوا معارض كلامنا هذه هي الوعاية والرعاية عقل الدين عقل وعاية ورعاية لا عقل سماع ورواية فإن رواة العلم كثير ورعاته قليل إذن من هم؟ آل محمد هم دعائم الإسلام وولائج الاعتصام الولائج التي نعتصم بها هذا هو الذي قصدته حينما قلت لابد أن تكون لنا نقطة مرسخة مركزة هي الوليجة التي نجتمع عليها نذهب إلى فصل في تفسير القمي علي بن إبراهيم رضوان الله تعالى عليه إنها الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل في الصفحة الحادية والستين بعد المائتين عند الآية السادسة بعد العاشرة من سورة التوبة ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة يعني بالمؤمنين آل محمد والوليجة البطانة مثل ما قلت لكم الوليجة هي العشيرة العقائدية إمامنا الباخر يقول يعني بالمؤمنين آل محمد والوليجة البطانة ولم يتخذ من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة فوليجتهم الله ورسوله وآل رسوله هذا في تفسير القمي في الكاف الشريف والكلين تلميذ القمي ولقد روى كثيرا عن القمي في الكاف الشريف هذا هو الجزء الأول الطبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران صفحة أربعمية واحد وسبعين إنه الحديث الخامس عشر بسنده بسند الكليني عن عبد الله بن عجلان عن إمامنا الباخر صلوات الله وسلامه عليه في الآية نفسها أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليج يعني يعني بالمؤمنين الأئمة عليهم السلام لم يتخذوا لم يتخذوا الولائج من دونهم وإنما اتخذوهم ولائج لدينهم فهم دعائم الإسلام وهم ولائج الاعتصام مثل ما قال أمير المؤمنين وقرأت عليكم ذلك من نهج البلاغة الشريف آل محمد هم دعائم الإسلام وهم ولائج الاعتصام فإمامنا الباقر يقول يعني بالمؤمنين الأئمة لم يتخذوا الولائج من دونهم في موطن آخر من المصدر نفسه صفحة خمسمائة واثمانين إنه الحديث التاسع من باب مولد إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه بسنده بسند الكليني عن إسحاق ابن محمد النخعي قال حدثني سفيان ابن محمد الضبعي قال كتبت إلى أبي محمد إلى إمامنا الحسن العسكري كتبت إلى أبي محمد أسأله عن الوليجة وهو قول الله تعالى وَلَمْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا قُلْتُ فِي نَفْسِي لَا فِي الْكِتَابِ كَتَبَ كِتَابًا إلى الإمام العسكري يسأله عن معنى الوليجة لكنه قال في نفسه أيضاً وَمَا كَتَبَ هَذَا قُلْتُ فِي نَفْسِي لَا فِي الْكِتَابِ مَنْ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ هَا هُنَا؟ هو في الكتاب سأل عن الوليجة ولم يسأل عن المؤمنين لكنه فيما بينه وبين نفسه حينما كتب الكتاب تساءل من هم المؤمنون الذين ذكروا في هذه الآية ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة فرجع الجواب الوليجة الذي يقام دون ولي الأمر وحدثتك نفسك عن المؤمنين منهم في هذا الموضع في هذا الموضع من القرآن فهم الأئمة الذين يؤمنون على الله فيجيز أمانهم ألا ينطبق هذا الوصف على الصديقة الكبرى بأرقى المعاني وأوضحها فهي التي تؤمن على الله ويجيز أمانها لأن الله يرضى لرضاها ويغضب لغضبها ويغضب لغضبها وحدثتك نفسك عن المؤمنين من هم في هذا الموضع فهم الأئمة فهم الأئمة الذين يؤمنون على الله فيجيز أمانه يؤمنون على الله يعطون الأمانة للخلق بسم الله سبحانه وتعالى نيابة عن الله الله سبحانه وتعالى يُجيز أمانه يُعطي الأمانة للذين أعطاهم الأئمة الأمان هكذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة وَمَنْ اَعْتَصَمَ بِكُمْ فَقَدْ اَعْتَصَمَ بِاللَّهِ فَهُمْ دَعَائِمُ الْإِسْلَامُ وَهُمْ وَلَائِجُوا الْاَعْتِصَامُ صلوات الله وسلامه عليهم تلاحظون أن القرآن وأن خطب الأمير وأن كتب التفسير أتحدث عن تفسيرهم كتفسير القمي وأن أحاديثهم تتناول هذا الموضوع بشكل وافر وواضح وواسع هذا تفسير العياشي ما بقي منه بين أيدينا إنه الجزء الثاني والطبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة الثامنة والثمانين الحديث الحادي والثلاثون عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أتى رجل النبي صلى الله عليه وآله فقال بايعني يا رسول الله فقال على أن تقتل أباك هكذا تكون البيع قال فقبض الرجل يده ثم قال بايعني يا رسول الله قال على أن تقتل أباك فقال الرجل نعم على أن أقتل أبي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله هنا خطأ مطبعي وهذه الطبعة مشحونة بالأخطاء إذا رجعنا إلى المصادر القديمة التي نقلت عن النسخ القديمة النقل الصحيح هناك هنا كلام ليس واضحا في النسخ الصحيحة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله الآن لم تتخذ من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجه يعني أن العشيرة رسول الله وآل رسول الله من هنا قال له عليك أن تبايع على أن تقتل أباك ليس لك من عشيرة ليس لك من وليجه هذا هو الذي قلته من أن الوليجة هي العشيرة العقائدية قائدية أتا رجل النبي فقال بايعني يا رسول الله فقال على أن تقتل أباك ليس لك من وليجه أنا وليجتك على أن تقتل أباك قال فقبض الرجل يده ثم قال بايعني يا رسول الله قال على أن تقتل أباك فقال الرجل نعم على أن أقتل أبي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله الآن لم تتخذ من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجه إنا لا نأمرك أن تقتل والديك ولكن نأمرك أن تكرمهما لكن أن يبقى الوالد الذي ولدنا بحدود مقامه أما الوالد الحقيقي رسول الله فله المساحة بتمامها وكمالها وليجتنا وليجتنا رسول الله وليس آباءنا وعشائرنا التي ننتمي إليها انتماء عرفيا مجتمعيا عشيرتنا الحقيقية رسول الله لما بايع على أن يقتل أباه هكذا قال له رسول الله الآن لم تتخذ من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجه إن لا نأمرك أن تقتل والديك ولكن نأمرك أن تكرمهما هذا الحديث الحادي والثلاثون الثاني والثلاثون إمامنا الصادق يخاطب شباب الشيعة يا معشر الأحداث يا معشر الأحداث يا معشر الأحداث اتقوا الله ولا تأتوا الرؤساء الذين يترأسون في الدنيا والدين ولا تأتوا الرؤساء دعوهم حتى يسيروا أذنابا وفي النسخ القديمة حتى يصيروا أذنابا حتى تنتهي رئاستهم لا تتخذ الرجال ولائج من دون الله إنا والله خير لكم منهم ثم ضرب بيده إلى صدره وليجتنا محمد وآل محمد عشيرتنا محمد وآل محمد يا معشر الأحداث اتقوا الله ولا تأتوا الرؤساء دعوهم حتى يصيروا أذنابا لا تتخذوا الرجال ولا إج من دون الله إنا محمد وآل محمد إنا والله خير لكم منهم ثم ضرب بيده إلى صدره الحديث الثالث والثلاثون عن أبي الصباح الكناني عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه يا أبا الصباح إياكم والولائج فإن كل وليجة دوننا فهي طاغوت وليجتنا محمد وآل محمد هذه عشيرتنا هذه عشيرتنا إنها العشيرة العقائدية يا أبا الصباح إياكم والولائج فإن كل وليجة دوننا فهي طاغوت رواية مهمة جدا جاءت في غيبة النعماني أقرأها عليكم ولكن بعد الفاصل في الصفحة العاشرة بعد المئتين من غيبة النعماني طبعة أنوار الهدى الطبعة الأولى قموا المقدسة بسنده إلى إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه إنه الحديث الثالث الإمام يقول إن حديثكم هذا لتشمئز منه قلوب الرجال فانبذوه إليهم نبذا بالتدريج فمن أقر به فزيدوه ومن أنكر فذروه الإمام يتحدث عن زمانه وإلا فحديث أهل البيت موجود متوفر في كل مكان في زماننا هذا إن حديثكم هذا لتشمئز من قلوب الرجال لكن الحالة هذه لا زالت موجودة في الوسط الشيعي لماذا؟ لأن سقيفة الطوسيين قد دمرت العقل الشيعي وأنشأت عقلاً هذه نتائجه إن حديثكم هذا لتشمئز منه قلوب الرجال فانبذوه إليهم نبذا بالتدريج فمن أقر به فزيدوه ومن أنكر فذروه إنه لابد من أن تكون فتنة إنها فتنة فكرية عقائدية وليست سياسية الإمام يتحدث عن حديثهم عن محارفهم عن ثقافتهم إنه لابد من أن تكون فتنة فتنة عقائدية ثقافية إعلامية تعليمية يسقط فيها كل بطانة ووليجة نحن في هذا الزمان حتى إذا أردنا أن ننظر إلى دول العالم الجميع يتحدثون الآن من أننا قد وصلنا إلى زمان لا توجد فيه قيادات تأريخية يقولون من أن زمان القيادات التأريخية لدول العالم قد ولى وتلاحظون الحال الذي يجري في الولايات المتحدة الأمريكية كيف كان الوضع أيام ترامب وكيف صار الوضع أيام بايدن والحال هو هو في المملكة المتحدة بخصوص رؤساء الوزراء والحال هو هو في فرنسا انتخبوا رئيسهم لا حبا به وإنما كي لا يأتيهم رئيس من الأجنحة اليمينية والحكاية هي هي في سائر البلدان الأخرى والأمر هو هو بالنسبة إلى الزعامات الدينية بالنسبة لواقعنا الشيعي الشيعي فبعد موت الخميني في إيران وموت الخوعي في العراق لم تأتي زعامات ولا مرجعيات كالمرجعيات الفائتة والسابقة على سبيل المثال مرجعية السيستاني ما كان لها من قيمة بعد الخوعي بعد موت الخوعي الأوضاع السياسية والسياسيون هم الذين نفخوا الروح الشيطانية روح الشر في هذه المرجعية بعد 2003 التعاون مع الأمريكان التعاون مع السعوديين والوهابيين هو الذي نفخ روح الشر في هذه المرجعية مثل ما تقول الرواية ستسقط كل البطانات والولائج وأعتقد أن قناة القمر لها حصة في هذا في إسقاط العديد من البطانات والولائج حيث كشفت عن عوراتهم الناس اتخذوهم ولائجة من دون صاحب الزمان فجاءت قناة القمر فكشفت عن عورات هذه الولائج فسقطت تساقطوا على الأقل بنظر الذين عرفوا الحقيقة وما بقيت لهم تلك القيمة وهم يخافون الآن من قناة القمر يخافون من الدعاء الأعلمية إذا ما مات السستاني أن يوضعوا في سنار القمر وأن تكشف عوراتهم على جميع المستويات على المستوى العقائدي وعلى المستوى الفتوائي وعلى المستوى الثقافي إن حديثكم هذا لتشمئز منه قلوب الرجال فانبذوه إليهم نبذا فمن أقر به فزيدوه ومن أنكر فذروه إنه لابد من أن تكون فتنة هذه فتنة معرفية ثقافية إعلامية تعليمية وهذا هو الذي نشهده الآن منذ نشوء الفضائيات ومنذ أن ظهر الإنترنت في واقع حياتنا بعد ظهور الإنترنت وبعد ظهور الفضائيات وبعد ظهور أجهزة الموبايل نشأت فتنة عقائدية وفكرية كبيرة في هذا العالم وفي واقعنا الشيعي بشكل خاص هذا التقلب في الأفكار والعقائد إنه لابد من أن تكون فتنة يسقط فيها كل بطانة ووليجة حتى يسقط فيها من يشق الشعرة بشعرتين في نظر الناس الذين يعتبرون هم النوابغ وهم الأذكياء ستكشف حقيقته ويتبين جهله حتى لا يبقى حتى لا يبقى إلا نحن وشيعتنا نحن الحجة بن الحسن وشيعتنا لا أعتقد أنهم موجودون الآن نحن نأمل في صناعة تيار يمكنه أن يصنع أمة شيعية في قادم الأيام الرواية بمستوى من مستوياتها تتحدث عن واقعنا اليوم أعيد قراءتها عليكم مرة أخرى إن حديثكم هذا لتشمئز منه قلوب الرجال فانبذوه إليهم نبذا فمن أقر به فزيدوه ومن أنكر فذروه إنه لا بد من أن تكون فتنة فتنة ثقافية بحسب ما تقدم من الرواية نفسها إنه لا بد من أن تكون فتنة يسقط فيها كل بطانة ووليج هؤلاء الذين اتخذتهم الشيعة ولائج من دون الأئمة من دون صاحب الزمان حتى يسقط فيها من يشق الشعرة بشعرتين الذي يقال عنه من أنه نابغة ذكي حتى لا يبقى إلا نحن وشيعتنا شيعتهم الذين لا يدعون إلى أنفسهم وإنما يدعون لإمام زمانهم شيعتهم الذين وليجتهم محمد وآل محمد حتى لا يبقى إلا نحن وشيعتنا هكذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة فمعكم معكم لا مع غيركم هذا هو تعريف الوليج نستمر في القراءة فمعكم معكم لا مع غيركم آمنت بكم وتوليت آخركم بما توليت به أولكم وبرئت إلى الله عز وجل من أعدائكم ومن الجبت والطاغوت والشياطين وحزبهم الظالمين لكم الجاحدين لحقكم والمارقين من ولايتكم والغاصبين لإرثكم الشاكين فيكم المنحرفين عنكم إنها سقيفة بني ساعدة وما تفرع عنها ومن كل وليجة دونكم وكل مطاع سواكم إنها سقيفة بني طوسي ومن كل وليجة دونكم وكل مطاع سواكم ومن الأئمة الذين يدعون إلى النار فثبتني الله أبداً ما حييت على موالاتكم ومحبتكم ودينكم إلى آخر ما جاء في الزيارة الشريفة فبعد الحديث عن سقيفة بني ساعدة انتقل الكلام إلى سقيفة بني طوسي وأمثالها أقرأ الكلام مرة أخرى عليكم وأتمنى عليكم أن تعودوا إلى مفاتيح الجنان الذي أقرأ منه الآن عليكم إلى زيارة الجامعة الكبيرة وأن تتدبروا في العبائر هذه فمعكم معكم لا مع غيركم آمنت بكم وتوليت آخركم بما توليت به أولكم وبرئت إلى الله عز وجل من أعدائكم ومن الجبت والطاغوت والشياطين وحزبهم الظالمين لكم الجاحدين لحقكم والمارقين من ولايتكم والغاصبين لإرثكم الشاكين فيكم المنحرفين عنكم ومن كل وليجة دونكم وكل مطاعم سواكم من كل وليجة دونكم فأنتم وليجتي هذا هو القول البليغ الكامل ألا تلاحظون أن القرآن يتحدث عن الوليجة وأن الأميرة في نهج البلاغة يتحدث عن الوليجة وأن الروايات والأحاديث كثيرة وفيرة عن الوليجة والولائج وها هي الزيارة الجامعة الكبيرة القول البليغ الكامل تحدثنا عن الوليجة هذا موضوع مهم وعنوان ضروري جداً في منظومتنا العقائدية لا يهتم أحد بهذا لجهل مراجع النجف وكربلاء بثقافة العترة ولعدم معرفتهم بقرآنهم وبتفسيرهم لقرآنهم ولعدم معرفتهم بما جاء في نهج البلاغة وفي سائر الروايات والأحاديث في كل حلقة تكتشفون جهلاً عندكم والسبب في هذا هو جهل مراجعكم كائنة جاهلة لا تفقه شيئاً من دين محمد وآل محمد وإنما ملأوا رؤوسهم بقمامة النواصب وبسفاهة أقوالهم وآرائهم هم لذا دائماً أقول من أن الذي يقال له علم في حوزة النجف وكربلاء لا ينفع الناس لا في دينهم ولا في دنياهم وأول الذين لا ينفعهم هذا الذي يقال له علم في دينهم وفي دنياهم هم المراجع أنفسه هم أصحاب العمائم إذا أردنا أن ننظر إلى واقعنا الشيعي هناك وليجة إمام زماننا وهناك ولائج التائهين من الشيعة الذين أخبرنا أمير المؤمنين عنهم من أنهم سيتيهون ويتيهون تيهان أضعاف تيه بني إسرائيل هؤلاء التائهون على مجموعتين المتيهون والمتيهون المتيهون هم المراجع وقادة الأحزاب الشيعية والمتيهون هم الديخيون فهل بقي شيء من الشيعة مع إمام زماننا لم يبقى شيء لذا يجب علينا أن نكون في عشيرته أن نكون في وليجته وأن نسعى لأن نوسع إطار هذه الوليجة إطار هذه العشيرة العقائدية أن نتخذ إمامنا وليجة لكن ما هو شعار هذه الوليجة ما هي هذه النقطة التي تتركز في ضمائرنا ووجداننا عنوان وليجتنا عنوان وليجتنا فاطمة وشعارنا يا زهراء وهذا هو السبب الذي لأجله أبدأ أحاديثي وبرامجي وأبدأ كل شيء مهم في حياتي بيا زهراء يا زهراء هو شعار وليجتي هو شعار عشيرتي العقائدية الزهرائيون الزهرائيون هم الذين وليجتهم عشيرتهم العقائدية فاطمة ففاطمة هي شيخنا وعظيمنا شيخ عشيرتنا فاطمة وعظيم عشيرتنا فاطمة وشعارنا شعار وليجتنا يا زهراء امضاء منكم امضاء منكم بين يدي الزهراء أن تتحركوا باتجاه صناعة تيار فكريا مجتمعيا يحمل هم العقيدة المهدوية امضاء منكم حين تقولون الآن معي يا زهراء وأخرجوها أخرجوها من أعماق قلوبكم وحاولوا أن تقولوها دائما إنها تطحر القلوب من كل القذارات الجهنمية أخرجوها من الأعماق يا زهراء يا زهراء من الأعماق اذهبوا بعيدا بعيدا مع أرواحكم ونفوسكم إلى أعماق قلوبكم وأخرجوها أخرجوها من أعماق أفئدتكم حتى لو كانت بصوت خافت يا زهراء يا زهراء هذا هو شعارنا إذا كان لكل عشيرة من شعار فشعار عشيرتنا الزهرائية يا زهراء يا زهراء هكذا نقرأ في الجزء الثامن من الكاف الشريف وطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان في الصفحة الخامسة والتسعين إنه الحديث السابع والثمانون حديث مفصل أذهب إلى موطن الحاجة حيث يخبرنا الحديث الشريف من أن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه إذا ما أصابته الحمى استعان بالماء البارد فيكون له ثوبان ثوب في الماء البارد وثوب على جسده يراوح بينهما ثم ينادي حتى يسمع صوته على باب الدار يا فاطمة بنت محمد الإمام هل هو بحاجة إلى فعل هذا؟ ما روح فاطمة بين جنبي هذا محمد الباقر كجده رسول الله رسول الله روح فاطمة بين جنبي وكذا محمد الباقر فروح فاطمة بين جنبي إنه يعلمنا محمد الباقر ما هو مهجة فاطمة ما هو قطعة نورية من فاطمة هل هو بحاجة أن يفعل هذا؟ إنها دروس لنا الحمى في ثقافة العترة الطاهرة هي حظ المؤمني من نار جهنم واسمها اسم فاطمة هو الذي يطهر لأنها هي التي فطمت فطمت ذريتها وشيعتها عن النار فطمتهم من النار هذه هي الفاطمة من النار حينما نقول يا زهراء من أعماق قلوبنا إننا نطهر هذه القلوب من فحيح جهنم من فحيح أفاع جهنم تلك الأفاع التي يصدر فحيحها من النجف وكربلاء من أولئك الذين تشبعوا بالقذارة الجهنمية في رؤوسهم وقلوبهم إنهم مراجع الحوزة الطوسية إنهم الخطباء الحمير من خطباء المرجعية الطوسية في النجف وكربلاء هؤلاء الذين يملؤون رؤوس الشيعة بفحيح نار جهنم بفحيح أفاعيها طهروا قلوبكم دائما دائما جربوها جربوها في كل يوم ولعدة مرات قولوها ومن الأعماق غوصوا إلى أعماق قلوبكم وأخرجوها بصوت عال بصوت خافت يا زهراء أخرجوها من أعماق قلوبكم كي تتطهر هذه القلوب من فحيح أفاعي جهنم الإمام الباقر هكذا يفعل ثم ينادي حتى يسمع صوته على باب الدار لماذا ينادي بصوت عال يريد أن يسمعنا أن يسمع الآخرين ثم ينادي حتى يسمع صوته أو حتى يسمع صوته على باب الدار يا فاطمة بنت محمد أبو بصير يسأل الإمام الكاظم عن هذه الواقعة والتي كانت تتكرر في حياة إمامنا الباقر الإمام الكاظم يقول لأبي بصير صدقت هذه حقيقة كان جدي الباقر يفعلها نذهب إلى فاصل حين نتدبر في حديث الكساء الشريف وأنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان الحديث المروي عن الصديقة الكبرى صلوات الله وسلامه عليها في طوايا الحديث جبرائيل سأل الله يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها الوليجة هنا فاطمة نسبوا إليها لهذا السبب قلت لكم من أن شيخ عشيرتنا فاطمة من أن عظيمنا فاطمة من أن سيدتنا فاطمة من أن تاج رؤوسنا فاطمة ومن أن شعار عشيرتنا العقائدية شعار وليجتنا العقائدية يا زهراء هذا هو الانتماء العشائري العقائدي برسم من الله الله هو الذي يقول هم فاطمة وأبوها نسبه إليها وبعلها نسبه إليها وبنوها نسبهم إليها هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها وماذا قال الله أيضا في قرآنه في سورة البينة في الآية الخامسة بعد البسملة وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةَ بحسب تفسيرهم لقرآنهم القيمة هنا فاطمة وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةَ تعبير مؤنث ومعرف بالألف واللام حتى لو لم ترد روايات وأحاديث إذا قرأنا الآية هذه من هي هذه القيمة في ديننا في عقيدتنا إنها فاطمة الله نسب دينه إليها وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ مُخْلِصِينَ الدِّينَ لِلَّهَ هذا هو الدين نفسه حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةَ فَدِينُ اللَّهِ هو دِينُ الْقَيِّمَةَ هذه هي وليجتنا هذه هي عشيرتنا العقائدية يا أيها الزهرائيون يا أيها المهدويون افقهوا دينكم افقهوا دينكم ولا تعبأوا بأولئك الثولان في سقيفة بني طوسي هذا هو ديننا هذه هي حقائق معارف أهل البيت هذه هي حقائق معارف أهل البيت إذا قررتم أن تباشروا في صناعة تيار فكري مجتمعي عشيرتكم فاطمة شيخ عشيرتنا فاطمة وشعارنا وشعارنا يا زهراء يا زهراء شعارنا يا زهراء هذه هي الوليجة التي تجتمع قلوبنا عندها ألا لعنة على السقيفتين ألا لعنة على سقيفة بني ساعدة التي أحرقت منزل فاطمة ألا لعنة على سقيفة بني طوسي التي أحرقت منزلة فاطمة ألا لعنة على سقيفة بني ساعدة التي قتلت شخص فاطمة ألا لعنة على سقيفة بني طوسي التي قتلت شخصية فاطمة ألا لعنة على سقيفة بني ساعد بسببها أخفي وضاع علينا قبر فاطمة ألا لعنة على سقيفة بني طوسي بسببها أخفيت إمامة فاطمة ألا لعنة على السقيفتين أيهما أضار سقيفة بني طوسي أضروا وألعنوا وأخبثوا أضل سبحانه وتعالى جعل فاطمة الوليجة في حديث الكساء جعلها وليجة لمن؟ لمحمد وعلي وأولاد علي وفاطمة حين أجاب جبرائيل سبحانه وتعالى فقال هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها ففاطمة هنا وليجتهم وهنا في قرآنه حين أضاف الدين إلى القيمة هي وليجة الدين الدين مضاف إليها وهي القيمة عليه هي المشرفة والمديرة والقائدة والمدبرة وهي الإمام هي إمام الأئمة من ولدها من الحسن المجتبى إلى قائم آل محمد هذه وليجتنا عليكم أن تشدوا قلوبكم إلى فنائها من دون العلاقة الوثيقة بفاطمة لا قيمة لدينكم ولا قيمة لعملكم ولا قيمة لتياركم ولا قيمة لكم قيمتنا من قيمة هذه القيمة من هنا وذلك دين القيمة سبحانه وتعالى جعلها وليجة لمحمد وعلي وآلهما وجعلها وليجة لدينه فهي القيمة على الدين ومحمد صلى الله عليه وآلهما جعلها وليجة خاصة له حين قال من أن فاطمة أم أبيها فانتسب إليها لهذا السبب نحن ننتسب إليها هذا هو معنى الزهرائيين وهذا هو معنى الزهرائي هو الذي وليجته وسيدته فاطمة وشعاره وشعاره يا زهراء لبيك يا فاطمة لبيك من عقولنا ومن قلوبنا ومن ضمائرنا ومن وجداننا ومن ظاهرنا وباطننا لبيك بكل ما لهذه الكلمة من معنى نستطيع أن ندركه وحتى الذي لا نستطيع أن ندركه يا بنت رسول الله أنت وليجتنا أنت الوليجة يا أم الحسن والحسين لن نتخذ وليجة من دونك سبحانه وتعالى جعلك وليجة لمحمد وعلي وآلهما هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها فاطمة أم المؤمنين وهذا العنوان حقيقي بالنسبة لها لا كما هو لنساء النبي المؤمنون أبناء فاطمة لا يتزوجون فاطمة الكل لا يتزوج فاطمة زوجها علي فقط هو كفوها وبعلها وزوجها هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها المؤمنون أبناؤها هي أم المؤمنين حقيقة نساء النبي تشريفا لهن لانتسابهن للنبي يقال لهن أمهات المؤمنين إذا ما طلقها رسول الله يسلب منها هذا الوصف وتستطيع أن تتزوج فما هي بأم للمؤمنين حقيقة هذا هو حال نساء النبي فاطمة أم المؤمنين هذا العنوان حقيقي ثابت مثل ما هي أم أبيها فهي عشيرة المؤمنين وهي الفاطمة التي فطمت ذريتها وشيعتها من النار وينادي المنادي في يوم القيامة أين الفاطميون الذين فطمتهم فاطمة من ذراريها ومن شيعتها وهذا العنوان الزهرائيون مشتق من هذا العنوان لكنني لا أتوجه إلى فاطمة باسمها فاطمة فهذا الاسم فطمة عقولنا عن أتوجه إليها باسمها يا زهراء هذه أوصافها أتوجه إلى أوصافها أما ذاتها فقد فطمت العقول عن معرفتها فاطمة هي التي نخاطبها في زيارتها الشريفة وَزَعَمْنَا أَنَّا لَكِ أَوْلِيَاءَ وَمُصَدِّقُونَ وَصَابِرُونَ لِكُلِّمَا أَتَانَا بِهِ أَبُوكِ صلى الله عليه وآله وأتى به وصيه فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا هي القيمة هي التي تلحقنا بمحمد وعلي هي شيخ العشيرة فاطمة وأبوها وبعلها وبنها هي التي تلحقنا بهما فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لنبشر أنفسنا بأنّا قد طهرنا بولايتك هذا هو الذي أقوله لكم أخرجوها أخرجوها يا زهراء من الأعماق هذه عملية تطهير لنبشر أنفسنا بأنّا قد طهرنا بولايتك يا زهراء هذه وليجتنا نذهب إلى فاصل إذا بقيت أتناول النصوص والكلمات المعصومية التي تصب في هذا المجرى وتشير إلى أن فاطمة هي وليجتنا وهي عشيرتنا العقائدية فإنني سأحتاج إلى حلقة أخرى الكثير من الآيات المفسرة بتفسيرهم والكثير من الأحاديث والروايات المفهمة بتفهيمهم تشير إلى هذه الحقيقة سبحانه وتعالى نسب محمداً وعلياً وآلهما إليها ونسب دينه إليها وكذلك جعل رضاها رضاً له وغضبها غضباً له هل تريدون من الدلائل ما هو أوضح من هذا الله هو الذي يوجهنا ويريد مننا أن نتخذ منها وليجة لن أقول أكثر من هذا لأن الأمر بات واضحاً وصريحاً وبهذا ينتهي حديثي في هذا العنوان صناعة تيار فكري مجتمعي يحمل هم العقيدة المهدوية أتمنى عليكم أن تدرسوا هذه الحلقات دراسة دقيقة وبتمع خصوصاً فيما يرتبط باتخاذ فاطمة وليجة هي وليجتنا هي عشيرتنا العقائدية زهرائيون نحن وسنبقى نبقى نبقى زهرائيين نحيا زهرائيين نموت زهرائيين ونتوجه إلى إمام زماننا أن يحشرنا زهرائيين زهرائيون نحن والهوى 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 زهرائي نلتقي غداً إن شاء الله تعالى سألكم الدعاء جميعاً في أمان الله ترجمة نانسي قنقى اشتغل جميعاً ترجمة نانسي قنقية اشتغل اشتغل اشتركوا في القناة